في بعض الأحيان قد تكون الرعاية الصحية محيرة في الولايات المتحدة الأمريكية اليوم سوف نتحدث عن خياراتكم للرعاية الصحية أي مكان أحتاج إلى زيارته السيطالية أماكن الرعاية الأولية طبيب الأسرة الرعاية العادلة وفض الطوارئ بالمستشفى وجميع الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها للحصول على الرعاية الصحية أو الحصول على أشياء من المهم معرفة الاختلاق بين هذه الأماكن لأن كل الأماكن مختلفة في التكاليف يمكنك الذهاب إلى السيطالية إذا احتيت الحصول على الأدوية الأساسية أو العمدادات الصحية للأعراض الخفيفة مثل دواء البرد أو الضماضات نقياس حرارة حتى ترى إذا كان لديك حمى الحمى هي درية حرارة أكثر من 100.4 في هرنهايت أو أكثر التايلانول آيفو بروفين يمكن أن يقلل من الحمى أو يخفض الحمى أو الإصابات الطفيفة التي تستمر لأكثر من أسبوع واحد تحتاج إلى الاتصال لتحديد مقابلة ويمكنك طلب مترجم يمكنك الذهاب إلى الرعاية العاجلة لرؤية الطبيب بعد ساعات العمل أو عندما يكون طبيب الأسرة مغلقا لهذا اليوم يمكنك الذهاب إذا كنت تريد رؤية الطبيب بسرعة لنزلات البرد الإنفلونزا الأمراض البسيطة إصابات طفيفة ليس الطارئة يمكنك البحث على الإنترنت عن مقدمين الرعاية العاجلة أو البحث عن علامات أو لافتات هذه هي بعض الأماكن المحلية للرعاية العاجلة في ملكاوي اتصل بتسعة واحد واحد للحصول على إسعاف أو إذهب إلى غرفة الطوارئ في المستشفى من أجل مخاوف تهدد الحياة مثل آلام في الصدر أو مشاكل في التنفس صعوبات في التنفس أو حالات وارئ مثل الإصابات الحروق الكبيرة أو العظام المكسورة الجروح العميقة أو الأعراض الشديدة من الجيد أن تثق بحثك في موضوع الذهاب إلى العلاج الطارئ التكلفة والتأمين الصحي إذا كان لديك تأمين صحي شركة التأمين سوف تدفع مقابل كل أو بعض هذه الخدمات وسيحدد من الأماكن التي يمكنك الذهاب إليها للحصول على الرعاية الصحية شكرا على الاستماع اليوم شاركوا هذه المعلومات مع الأصدقاء والعائلة وانتظروا لمازيد من المعلومات قريبا شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة